سي أبو القاسم الشبري باحث أثري رئيس اللجنة المغربية للمجلس العالمي للمباني التاريخية والمواقع المعروف بإيكوموس المغرب خريج الفوج الأول للمعهد الوطني لعلوم الآثار والطراث مرحبا بك في موقع اليوم 24 أهلا وسهلا مرحبا بكم ومشاهدين ومشاهدات الكرام أستاذ أبو القاسم مسجد تينمل أو المسجد الأعظم طبعا بعد الزلزال المدمر الذي عرفته طبعا منطقة الحوز والأقاليم المجاورة ما هي الحالة التي يوجد عليها المسجد الأعظم بداية لابد أن نجد الرحمات على الشهداء الذين ذهبوا ضحية لهذا الزلزال الذين راحت أروحهم مع الزلزال الذي ضرب المغرب ليلة الثمانيات سعود شوتينبير 2023 والشفاء المصابين الذي نظن أنه الحمد لله حالة ديالة ممكنها بزيانة وفي حالة مستقرة ويمكنها لكين اللي يتشافعوا ونحيي الدولة المغربية والشعب المغربي بجوجهم دولة على المجهودات الجبارة والشعب المغربي في العالم كامل مشيغي المغربة ديال المغرب وكينتر المغربة ديال الخارج على روح التضامن اللي التقات في المجهود ديال الدولة والعمل ديال الشعب وعطينا الدرس للعالم كما باقي الجهات يعني اللي قصها الزلزال يمكن تنميل أكثر وتأثيرا وتأثيرا كذلك في النفوس لما كيشوفونا الصورة ديال المسجد تنميل اللي طاحت قريبا كامل بقات بعض الأجزاء ديال الصور الأصوار الخارجية ومشي كلها واحد جوج ديال الجهات اللي بقات وقفة ومشي كلها واقفة كاملة يعني واحد نصف فيها ويعني ورجع ركام ركام في حالة يعني صعبة من المشينا العين المكان يعني وضع وضع مهوي لحالة ديال ديال تنميل ولكنه ما كتخلع شاي يعني ما كشي حاجة اللي كتخلع ولكن هو رهب اللي أطلع تحتها الصور اللي باقي وقفة متشقيقة ره متصدعة ده بيمكن من خلال الصور ناس غير شوفوا المتداولة ناس اللي ممشوش العين المكان غير بل آه ولا بقى ذاك الصور الخارجي مزيان لا ذاك الأصور متداعية تأيير متداعية فيها شقوق فيها يعني متصدعة دكشي اللي تحتح وذكشي اللي باقي ماذا في الشقوق بطبعات الحال في تصدعات في الشقوق يعني غير يحتاج العمل جبار من أجل أنه باشتول تعود تعود تموقبه في المشهد التراث العالمي أيها هو من باب عسى أن تذكره شيئا هو خير لكم هاد زنزجا والذي أعطاه الله أعطاه أولا المغاربة اللي ما كانش كيعرف واحد الأجزاء من المغرب اللي كيعرفها والما يعيش في البادية والجبال واللو كيعرفوها وفي الحملاء ديالتضامون واللي مشاوا برجليهم واللي شافوا عن طريق وسائل الإعلام مشكورة ووسائل التواصل الاجتماعي كذلك فيعرفوا العمق ديال المغرب تانية واحدة من الحسنات ناس ما غايعجبوه بجد الكلام مجيزي مغرب هو أنه المغربة واحد العداد اكتشفوا هاد التورات بجد غايكتشفو ده بل ما كانش عنده الإحساس الرهيف توجه التورات على الأقل من خلال الصور المتداولة ديال مسجد تينمل ماشي ديال مباني ديال مسجد تينمل هو غير مسجد معزول في دوار بوحده معداد تشعاج أخرى ودير بجبل ولكن حسوا المغربة بوحد الغيرة على هاد الجزء وعلى هاد القطعة من طوراتنا عش هاد هاد المكانة ديال المسجد التاريخية المعمارية عشنو الاستثناء اللي كيخلي هاد المسجد يكون عنده هاد الارتباط الوجداني والتاريخي العميق بحثوا عليه وشناه ومنينجا وكتايل أخير أنا في الحقيقة فضل الإطار هذا هاد الزلزال ديال شوتينبر سميته في الحقيقة ويمكن أول مرة غادين قوله في منبر إعلامي زلزال الموحيدين لأن هاد تينمل عرفو داب المغربة من خلال زلزال ومسجد تينمل للتعرض النهيار تقريبا 91% من ثمن طلقت الإمبراطورية العاصمة هي مراكوش في كلتا الحالتين واللي كانت شدم واحدة شمال إفريقيا وجزء من الأندلس يعني جزء من إسبانيا والبرتغال كنا وصلتها لشمال لسبونا وتخوم وتخوم مدريد هذه اللي كانت الإمبراطورية المغربية والتحت نهر النيجير ونهر الصينغاب فالموحيدين اللي بغوا يأخذوا السلطة على المرابطين طلقوا فهذا المنطقة ديالهرغا ابن توميرت المعقيل البلسانت البلسانت اللي يضر فيها جزلجرة هو البلد ديال ابن توميرت المهدي ابن توميرت هو الداعية هو المونت دير هو اللي بناء هذه البداية ديال الدعوة الموحيدية فانطالقوا تم النهرغا يعني المنطقة وتينمل المسجد ديال تينمل غدي تم البناء دياله لاحقا بعد وفاة ابن توميرت وهو المسجد ديال تينمل بحال المسجد ديال تازا اللي كانت بعد ما ما تمكنوش الموحدين ما زال ما اخدوش مراكش وغاديم في الصراع ديالهم الميداني مع المرابطين اللي بقاوكيحهم وغير على مراكش منتاقلوا طلعوا الغمارة باش خدو جبالا وغمارة دازوا التازا ولا تقربين يالمقر ديالهم باش منتما غاديم وعاودوا نطالقوا شو تالت المسان قطعوا الطريق على الاندالوس باش ميكونش مرابطين عندهم امداد من الاندالوس لان باقي المرابطين في الاندالوس عادي غادي ينزلو باش ياخدو فاس وياخدوه لاحقا 1147 مراكش من جانب تاني الاهمية ديال تينمل هو الجانب المعماري لان في تينمل تينمل تبنات بعدها وفاة المهدي بن طمرز مع عبد الموم بن عالي ولكن فيها يعني عندك المسجد ديال تينمل والمسجد ديال تازا كانوا هم الأساس في تجرب النمط المعماري في المساجد الموحدية اللي كل شيء كيعرفه المسجد الكتوبية في مراكش وصوماعات حسان يعني مسجد حسان في الريباط والجرال دا في في إشبيليا وصوامع كتشبه هدو بثلاثة مع كذلك الصوامع وحد أخرى ديال الريباط تيتمولي عبد الله في دكوالا وديال مسجد الأعظم في أسافي فهذه أهمية يعني بالحمولة التاريخية تينمل بالظروف ديال النشآة وتعسيس ويعني كانت مدينة تينمل مشغل مسجد كان ريباط موحيدي يعني والجانب المعماري ديالها كذلك ومعروفة بالأقواس ديالها يملك تشوف المحراب ديال تينمل وكتشوف داك الأقواس المفسصة ولا تولاتيات تولاتيات التبصيص فعندها واحد واحد الوقع على الناظر وعلى النفس يعني تينمل حالة خاصة مكانتها الأستاذ المكانة ديالها على الصعير العالمي وإدراجها طبعا في الطورات العالمية هل هي مدرجة في الطورات العالمية اليونيسكو؟ في إطار الجهودات ديال الدولة المغربية يعني وزارة الثقافة والقطاعات الأخرى اللي معاها مشتغيلة فمسجد تينمل لم يدرج بعد على لائحة طورات العالمي من طرف منظمات اليونيسكو ولكن هو مدرج على ما يسمى باللائحة تمثيلية لمنظمات اليونيسكو عندنا واحد العدد لائحة تمثيلية لأنك الناس ما كيف رقوش كان لكيقول بأنه هو مدرج في الطورات العالمية ديال الليونيسكو لا بزاف هذا الخطأ كي يقع فيه بزاف والأمور قصد تخرج واضحة سلطة بالأخص الإعلام قصد تخرج واضحة من طرف بصفة خاصة من طرف التقنيين والمسؤولين فاللائحة داباليونيسكو قبل ما تدخل للطورات العالمية كتكون واحد لها لائحة تمثيلية تهو ملف تقني ملف تقنية طبعا الوزارة الخارجية بطبيعة الحال ديال كتسمى المبثيلية الدائمة لدال اليونيسكو اللي هو سفير يسمى سفير في اليونيسكو فا كيمشي للمركز الطورات العالمية واليونيسكو باش يتسجل في لائحة تمثيلية كيتسم الدرسة ديال الملف وكيتسجل في لائحة تمثيلية بحل لاس داتانت بحل واحد لائحة تلنتيظار كتسمى اللائحة تمثيلية ومن بعد كتجهز الملف الشامل والكامل بما في ذلك يعني مخطط تدبير وكذا والأمارات وشنو بغي تدبير بهذا المعلامة ولا هاد المدينة ولا اللي كانت وعاد ذاك ساعة كيتتدرج على الجد والأعمال ديال مركز الطرات العالمي في الضوارات دياله ولكن كتحيل اليونسكو على المجلس العالمي للمباني التاريخية والمواقع اللي هو إيكوموس باش كيجي خبير ولا خبيرة ديال إيكوموس اللي كيعرف ذاك النوع ديال الطرات كيعرف ذاك البلد والثقافة دياله والطرات دياله وكيجي كيدي المعاينة ميدانية ديال الطلب بعد ما كيكون قراب بشكل مفصل ودقيق هذا كل ميلف ديال التاريخ وعلى ضوء تقرير ديال إيكوموس اللي كيترفع ذاك ساعة اليونسكو اليونسكو كتقرر إدراج ذاك المعلمة أو عدم إدراجها في الدورة المقبلة ولا ما بعدها ديال المناقشة واش يدوز كالطرات العالمي أو ما يتسجل فاتين مليون سجل على لائحة تمتيلية مقبلة على أنها وكانت ترميمات أشرفات على نهايتها وكان ممكن يتم تكميلة ديال الميلف ديال الترشيح ديالها ويتم الإدراج دياله على جدو الأعمال ديال اليونسكو مركز الطرات العالمي ودخل لائحة ديال الطرات العالمي بشكل رسمي لأننا اليوم تسعود ديال المواقع وعنا موقعين وسبعة ديال المدن اللي مصنفة من طرف منظمة اليونسكو على لائحة طرات العالمي ديال الاتفاقية 1972 وعنا 13 والي ممكن ديال 14 ديال الطرات العالمي لا مدي ديال الاتفاقية 2003 سندخل الآن إلى مجال ترميم وإعادة البناء هناك من يرى بأن هذا المشجيد كيشوفه في الصور كيعتبر بأن هذه هي الطريقة اللي كان في فترة ديال الموحيدين شنه هي العملية ديال الترميم اللي خضع لها هذه المعلمة التاريخية في أي فترة تاريخية تمت من تحويل ديال الأطلال إلى هذه المعلمة اللي كنشوفه الآن هو توضيح لابد منها ديال الصور المتداولة ديال تينمل باللي الصورة ديال ما قبل وما بعد الزلزال والناس كي يظنوا باللي أن هذا تينمل هكذا وصلنا يعني كان مزيان كان مرمم هو لا هو كان أطلال في أصل ديال الحالة دياله وارجع لحالة الطبيعية ديال الأطلال هي ماشي نفس الدرر ماشي نفس الأطلال اللي كان عليها اللي وصلنا ولكن في التسعينات قامت وزارة التقافة في إطار الدعم في إطار الميسانة التقافية من طرف مؤسسة اقتصادية مغربية مشكورة فتم الترميم ديال مسجد تينمل فعادوا لبان مسجد تينمل على لهاي أدياله ديال الموحدية ديال يعني أوسيط القرن القرن الثاني عاشا ومن بعد يعني جدب الزلزال عاود أرجع لحالة ديال الأطلال فترميمات أولا من الحجم في التوراة بطبعه كيكون هش كنسميوه لأن ما يمكن لك واحد المعلامات ترممها وتمشي تغيب عليها عشرين عام مستحيد لأن دائما تحتاج الرعاية والعناية مرة مرة ديال الرعاية الطفيفة الجزئية إلى آخره قال دكشي على الشي يعني مسجدتين من بعد الترميمة ديال التسعينات حسبوه أواصل التسعينات إلى اليوم في الفين وثلاثة وعشرين كانت فيها أشغال الترميمات أشترافات على واحد تسعين في مئة من نهاية ديالي يعني في الأشغال المونجازة فإلا حسبناش حال غادي للقاو خمسة وثلاثين عام ولا يعني ثلاثين عام ولا جاية ثلاثين سنة من بعد الترميمات ديال الوزارة التقافى في التسعين فكان لازم أنه عاود يترمم مثل ما اليوم أنه بهذا الأطلال اللي شافوا المغاربة ما تخلعهمش لأنه سجيد عاود يترمم السؤال اللي غا ندخلوا لي كيفاش كتتم هذه العملية واش غا نحفظوا على نفس المقويمات دياله التاريخية العلمية كيفاش كتتم هذه العملية أنتم كباحثين في الأطار كيفاش كتتبني على أسس علمية واش نفس المقويمات اللي كانت في الفطر دياله التاريخية اللي معروفة هي نفسها الآن اللي غا نتقوم كيفاش كتتم هذه العملية هو ترميم ديال المآتر التاريخية في العالم كامل في الحقيقة نعتبره علم ونعتبره فن ونعتبره حرفة يعني قس تكون حريفي وفن قس تكون رقائقي وعلم قس تكون عندك مقويمات علمية باش إنسان هدو ثلاثة إلى تجمعو فأي ترميم ترميم كيف فرض واحد البحث وثائقي بعدها توثيقي في جميع الحالات يعني البحث في المصادر التاريخية في الوثائق المخطوطات النوازيل الأداب إبداع أدابي تلقى فيها معلومة على ذاك المعلامة اللي بغي ترميم باش كتحاول ترسم أولا الموحيد التاريخي ديالها والموحيد الطبيعي والزورافي ديالها وكتدير المقارنة مع نفس الفطراء هاد الناس اللي بنوا هاد المعلامة فهذا الفطراء كيف يشبنوا في مناطق أخرى والاختلاف من منطقة جغرافية إلى منطقة جغرافية الجبل ما شي هو الواحى ما شي هو السهل ونوعية ديال الطراب نوعية ديال الحجار نوعية ديال العود نوعية يعني اختلاف فهذا الدرسة التوثيقية الشاملة والدقيقة هذا عمل ديال خالية نحل كتشتغل حالة عملية صدع لك من بعد كتجي العمل تقني العمل تقني فيه جوج فيه حالات اللي كتستدعي الأمر حفريات أتارية معرفة جدور وعصول ومراحل ديال تطور ديال المنطقة اللي كتشتغل عليها كذلك الدراسة التقنية اللي داك المعمار براسوتا وكتدلوا واحد الأركيوروجي دياله واحد الأركيوروجي البناء نسميها والجانب الآخر هو الدراسة المخبرية كتتخذ عينات من المواد جميع المواد البناء يكون طين ولا حجر ولا قبص ولا خشب ولا اللي كان تأخذ منه عينات والتطور العلمي الحمد لله موجود وكتمشي للمختبر باش كتترس كل مدى مدى شنو المكونات ديالها شنو الخاليط النسبة ديال الخاليط مثلا بالنسبة لبني ديالنا ده بفركز اللي كان سميه اللوح كاللقاوا الطراب والكياس ولا لقاوا الطراب والجير ولا هذي كتعرف النسبة ديال الخاليط كل واحد شنو شحال كانت نسبة دياله تولد في تولتين ولا تلت أربع مع الربوع ولا قسمين مع ثلث قصايم ديال على خمسة ولا باش كتحاول دك ساعة دي تبحث على المواد اللي صالحات هيا خسك تخضع هاته تغيير تحليل في حالة كتيرة كعين حالة اللي ما كان نحتاجوش نحللوها باش ما نكذبوش على الناس كعين حالة اللي كان عرفو بلا أن هادا صفر هو اللي صالح لنا مش مشكلة كعين حالة اللي كانت تدع انك تعاود دير تحليل المواد الجديدة اللي غادي تجيب باش تخدم بها وكتدير دكسي دكسي عينات ديال شانتيون ثلاثة اللي خمسة ديال ديال شانتيون وفي إطار اللي كانت تشتغل في الجنة ماشي واحد كي يشتغل بوحده هذا عمل جماعي وتكامل في تكامل الاختصاصات والخبراء وكذا فكتشوف دكسي عينات وكتخولها وده دوان اللي غادي صلحنا للخدمة وكتنوض دكسي وتخدم فرق في الترميم بين إعادة البناء وبين أنك تضرب مرتوب على واجهات واحد لحد بناء على هذه المعايير والعمل المؤسسة الجماعي إذن لا خوف على مشجد تلمان إن شاء الله في إعادة إرجاعه إلى الحل التي كان عليها لا من دون شك لأن العمل يطلب بعدها واحد تدعيم لأقل لك شي يبقى وقف ما يمشيش لأن تكون باترياح مجهداء ولا تكون شي بلازلزال رأي والناس اللي كاينين تماما باش ميطاح شعب ثاني ويجي على رؤوس على ناس خلين وخاوة مجسياج اليوم ولكن لا يكون واحد تدعيم أولا وغير فرض رأسه منطقيا لأن باش نعود نرموخ سندخل نحيد ذاك الرقام الرقام هذك برأسه غير ياخد وقت لأن اللي خاص الناس يعرفو كذلك بلأن العملية ديال في الدماغ في الدين ديالك مكلفة على مستوى يعني التضافر ديال الجو ديال واحد العدد ديال الخبراء ومكلفة ماديا وكتأخذ وقت فيها لعمال استعجالي ما يخدمش فولكن يعني غادي تدعيم خصد ذاك الرقام التحيد ما غاديش تحيد بشكل عشوائي تهذاك الرقام اللي كي نداب في تنمل هذه التحيد بشكل علمي بشكل تقني بشكل دقيق لانه غادي تحاول ما أمكن لانه فيها بزاف ديال مثلا اللي بقى صالح لإعادة الاستعمال هون وقفنا عليها وشفناها ذاك الآجور ديالها واحد لعادة طرف من الأعميدة وكذا يعني اللي بقى صالح لإستعمال فستحيد ذاك الرقام ستحيد الطريقة علمية ما شاء غادي نقبطهم نكرطهم داو كان رميو عاد داك ساعة غادي نظروا سترجع ستعود إلى حلتها الجميلة والطبيعية وتقول لك كذلك نقطة جذب سياحية لمنطقتين تحتاجوا لهذه الاستثمارات وهذا الدعم سؤال يقال يعني أنت تحدث بهذه الدقة وهذه الجهود وهذا العمل يقول لك شي واحد ما نبغي نقاعه ما هي القيمة دياله هاد الآطار وهذا المأتير ما هي الأهمية دياله ما غادي تجيب لنا واشغا تنفعنا كيفاش كتجاوبوا على هاد السؤال هو داب في طبيعة هذا العمل ديالنا كيعلمك أنك أولا كتكون من دامج مع العقليات ديال المختلف المناطق في واحد القارب أنتروبولوجيا نسميها كنفهمون العقلية لا ديال المواطنين ولا ديال بعض المسؤولين باش نكونوا واضحين هو التورات كيوكل الخبز اللي خاصة الناس يعرفوا في العالم كامل في العالم كامل التورات مورد عيش للأفراد والجماعات والدول لأن أولا اللي خاصة نعرفه بحال واحد الجد ولا واحد الجد داعي وفي صحتهم نرميوهم إلا كنعتني وبيهم هذا موطى بشاري فالتورات كذلك هو عنصر هويتي بدرجة الأولى أحب من أحب وكري هو عنصر هويتي واللي ما عندوش الجدور بحال لا وقف بلا بلا ساس يعني يريب عنصر هويتي ولكنه رافع مركزية وإساسية وقاطرة أنا أقول قاطرة للتنمية فالتورة